السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة ايها الاحباب الكرام معنا مكلمات كثيرة ولكن الوقت قد ادركنا وغايتنا ان نقوم واحد دعوة دير الخير احنا محتاجين جميعا دعوة دير الخير ودعوة دير الرحمة ودعوة دير المغفرة ادعوكم جميعا ان نتوجه الى الله جل جلاله الى الباري سبحانه وتعالى الى مالك الملك الذي امره بين الكاف والنون اذا قضى امرا انما يقول له كن فيكون الى من بيده ملكوت السماوات والارض واليه ترجعون افضل طريقة للاغتناء وافضل طريقة للشفاء من الامراض والسقم وافضل طريقة لاصلاح ذات البين وافضل طريقة لتربية الاولاد وافضل طريقة لحل ازمة السكن وازمة التعليم وازمة الامن العام هي ان نكتر من الدعاء للباري عز وجل فيبسط علينا من رزقه ويبسط علينا من نعمائه ويغدق علينا من عطائه فيفض عن الخير في كل مكان ونحمى من كل سوء ومن كل شر اسهل طريقة لا تحتاج الى عقل ولا الى علم ولا الى بحث مضني تحتاج فقط الى قلب سليم لان ربنا عز وجل يقولنا يوم القيامة كل شيء في الدنيا لن ينفع الا شيء واحد الا من اتى الله بقلب سليم ادعوكم ايونا احباب الكرام كل واحد يضعي الدعاء على قلبه ويقول يا رب هب لي قلبا سليما ما فيه لا حقد ولا كراهية ولا حب انتقام ولا حسد ولا ظلم ولا كيد قلب سليم ينبض بكلمة لا اله الا الله القلب السليم باش يتنقع كنقل كلمة لا اله الا الله او نقول يا الله يا الله فكينقل قلب من السدى وكيتنقل قلب من الالم وكيتشافى سبحان الله العظيم افضل طريقة لحماية القلوب من الامراض والاسقام ما تخضع لعملية جراحية ما تحتاج الى ادوية وي ان قلبك ممكن ان يكون اقوى من قلب الاسد عن طريق ذكر الله كلمة لا اله الا الله او كلمة يا الله كتطي قوة عظيمة واتشير معترف به في التاريخ عبر المرور الزمن وفي كل الاقوام وفي كل الجنسيات كل من ذكر رب العباد زاده الله نورا وضياء هيا بنا نذكر الله تعالى ثم نرفع اقف الدراع اليه نستجلب منه الرحمة والعطاء والمدد ونقول الله يا الله يا الله لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعود بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمك علينا ونبوء بدنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الدنوب الا انت يا الله يا الله اللهم ااتي انفسنا تقوها وزكها انت خير من زكها انت وليها ومولاها يا الله يا الله يا الله اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا واسرافنا في امرنا وما انت اعلم به منا اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل دلك عندنا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة يا الله يا الله يا الله اللهم اننا نعود بك منها من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن ادن لا تسمع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها يا الله يا الله يا الله اللهم اننا نعود بك من شر ما عمنا ومن شر ما لم نعمل ونعود بك من شر كل سوء نعود بك من زوال نعمك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك يا الله يا الله يا الله اللهم اننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عن الناس اصلح لنا يا ربنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخيرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموتى راحة لنا من كل شر يا الله يا الله يا الله اللهم اننا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المسكين وان تغفر لنا وترحمنا واذا اردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين نسألك يا مولان حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك يا الله يا الله يا الله نسألك اللهم يا رب العالمين العفو والعافية في ديننا ودنيانا وفي اهلنا واموالنا اللهم عافنا في ابداننا وعافنا في اسماعنا وابصارنا وعافنا في نفوسنا وفي كل احبابنا وذريتنا يا الله يا الله يا الله اللهم اننا نعود بك من الهم ومن الحزن ومن الكرب ونعود بك من العجز والكسل ونعود بك من الجبن والبخل ونعود بك من غالبة الدين وقهر الرجال يا الله يا الله يا الله اللهم اصلح لنا ديننا ووسع لنا في أرزاقنا وبارك لنا في ديارنا اللهم يا رحمن يا رحيم نعود بك من الهدم والتردي ومن الغرق والحرق ومن الهرم نعود بك أن تخبطنا الشيطان اللهم يا رب نعود بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء اللهم نعود بك من غالبة الدين وقهر العدو وشماتة الأعداء اللهم يا رب العالمين استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعود بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا الله يا الله يا الله اللهم إنا نعود بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم يا الله نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولدة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غرد الراء مدرة ولا فتنة مضلة اللهم يا رب حفظنا من كل الأفات واحفظنا من كل المصائب واحفظنا من كل وباء واحفظنا من كل مرض واحفظنا من كل فتنة واحفظنا من كل غلاء اللهم احفظنا أجمعين بما حفظت به القرآن العظيم احفظنا أجمعين بما حفظت به الحرم الشريف احفظنا أجمعين بأسمائك الحسنى وصفتك العلى اللهم يا رب العالمين كلنا وليا ونصيرا وخير حافظا بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشونا واصلح لنا ديننا الذي هو عزمة أمرنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وكلنا وليا ونصيرا واجمع يا رب شملنا ووحد فرقتنا واجعلنا على كلمة سواء واجعلنا على الخير واجعلنا على الهدى اللهم رد بنا جميعا ردا جميلة يا رحمن يا رحيم وافتح لنا أبواب العطاء وافتح لنا أبواب الكرم وافتح لنا أبواب الجود إنك أنت الرحمن الرحيم بحرمة وبركة وسر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد بن عبد الله القائم بأمر الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة